تزامنا مع بدي احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يوافق التسع من مارس كل عام نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الأنشطة والفعليات المقرر تنفيذها خلال هذه المناسبة الوطنية تزامنا مع بدي احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يوافق التاسع من مارس كل عام نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا للأعلان عن الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها خلال هذه المناسبة الوطنية تخليدا لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق يوم التاسع من مارس عام 1969 وأكد اللواء أركان حرب متحة عبد العزيز ثاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال وقاع المؤتمر أن القوات المسلحة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية تقديرا لما قدموه من تضحيات لتبقى راية الوطن عالية خفاقة فيما أعرب أعضاء الجمعية عن عميق شكرهم وامتنانهم للقوات المسلحة على ما توليه من اهتمام ورعاية الخدمات التي تقدمها الجمعية ليس موجودة في أي مكان أنا جاي من أسوان عشان أقيم هنا في الجمعية أنا مقيم في الجمعية القاملة المكان ده على مستوى الجمهورية يعتبر رقم واحد الجمعية تقدم خدمات ممتازة للمصابين ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في العلاج الطبيعي والجراح والعظام في أكثر من قسم مؤكدين أن الاحتفال بهذه المناسبة يبسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل اشتركوا في القناة